اثارت تجاوزات الكويت على الاراضي العراقية في ناحية ام قصر جدلا واسعا حيث تم اكتشاف حفر ابار النفطية داخل الحدود العراقية ما يعتبر خرقا صارخا لسيادة العراق ونهبا لثرواته النفطية فقد رصدت كاميراتنا مشاهد للابراج وهي متجاوزة على الاراضي العراقية في الشريط الحدودي لمنطقة ام قصر على الحدود العراقية الكويتية حيث تبين ان الكويت قامت بحفر ابار النفطية داخل اراضي العراقية دون اذنهن او تصريح رسمي اي حفر المواقع الحدودية او المناطق الحدودية هو تجاوز على الثروة العراقية باعتبار ان الابار النفطية او الحقول المشتركة يجب ان لا تستثمر الا بالاتفاق بين الدولتين الجارتين واي استثمار من طرف واحد يعني ان هناك ثروة تأخذ وتسرق من العراق اليوم نجد ان الابار الكويتية وبعض الابار الايرانية ايضا حفرت في مواقع قريبة جدا من حدود العراقية بمسافة اقل من 100 بتر وهذه المسافة حتما ان النفط العراقي سيسحب تعتبر هذه الخروقات خطوة خطيرة للغاية حيث تنتهك سيادة العراق وتمس استقلاله وثرواته الطبيعية فالنفط يعد موردا حيويا للاقتصاد العراقي ويشكل مصدرا رئيسيا للدخل الوطني وتطوير البنية التحتية وتحقيق التنمية في البلاد وين ما يريد يجي يحفر برج مال نفط ويسحب نفط سيدي اخذ نفطنا؟ يعني بلد تايهة ايه انا كمواطني اشوف البرج يعني بالليل من اطلعت مشنس معهم وهي ببعض نفسه يعني هاي جهالنا تروح تلعب يومهم طوبة مرات يعني مدينتك لعد حدودنا وين؟ ارض محرمة قلت لك احنا ذا نوصل للحدود الفاصلة الخط هذا البوري اللي ملون اسود واسفر مسافة عن مئة متر تجي النجدات مالي لكويت هاي دولة لكويت هاي جاي تفور كفي لك الله صالت تقريبا فوق السبوع هنا ذاك اليوم قناتي جيت ما ما احد استجابلهم ما احد وقفهم عد حدهم يعني واذا افضل هايش كفي لك الله باشرق بينها يحفرون والدولة خليها نايمين هاي بس على الفغير استمرار مثل هذه التجاوزات ينذر بتفاقم الأزمة وتدهور علاقات بين البلدين وذلك ما يستدعي ضرورة اتخاذ اجراءات فعالة لوقف هذه الانتهاكات وتحقيق العدالة والتعويض عن الأضرار الناجمة عنها من البصر مصطفى الشمري التغيير الفضائية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر